يتطلع الكثير من تلاميذ تانوية الإخوة دريف بمزونة بولايات غريزان لتحقيق نتائج إيجابية خلال امتحانات شهادة البكالوريا لهذه السنة الدراسية لتكريس تفوق التانوية على المستوى الوطني والمحلي فيما يخص نتائج البكالوريا كل شيء يرى ما شعله على ما يرى من بداية من الأستاذات طاقة من إدارين ومسيرين وإن شاء الله كل شيء يرى في صالحنا وإن شاء الله نشرف المؤسستنا ونشرف بلدية مزونة إن شاء الله انتحان شهادة البكالوريا في نهاية السنة نتمنع نتائج لحقها تلاميذ على العملية فاتمش الله هو على سبيل المثال تلميذ حيابي عبد الرحمن يحيى بي عبد الرحمن هو أحد التلاميذ التانوية الذين اعتلوا هرم الناجحين وطنيا في شهادة البكالوريا السنة الماضية تلميذ يحيى بي حصل لمعدل 18-78 شرف مدينة مازونا وشرف ولاية غريزان إذن أحسن معدل المصر الوطني عبد الرحمن هو قدوة هؤلاء التلاميذ لتكريس تفوق التانوية بالباكالوريا يحييبي عبد الرحمن شرف منطقة مازونا وولاية غريزان وهو مثلنا كقدوة وكأخ وكزميل إن شاء الله نكونوا كما هو إن شاء الله نتمنى ونكونوا كيفوا إن شاء الله ونتابعوا الطريق اللي نتابعوا هو باش نفرحوا والدينا كما فرحوا والدي ونفرحوا الجزائر كاملين إن شاء الله وتبقى تانوية الإخوة دريف بمزونة من التانويات القلائل على المستوى الوطني التي حافظت على استقرار نتائج بها وكل سنة يتألق أحد التلاميذ فهل ستحافظ هذه التانوية على نفس النتائج هذه السنة يا ترى